لناشطين وجمعيات خيرية حملة لتوزيع الحقائب المدرسية على المحتاجين مؤسسات المجتمع المدني وعي عميق ومسؤولية يفرضها الواقع الاجتماعي فعليات المجتمع المدني تكافل وتضامن مع العائلات المعوزة قبل الدخول المدرسي كل هذا وكثر مع الأستاذ بعلام مصطفاوي رئيس جمعية مساعدة المحتاج الحاضر معنا في السوديو صباحة اليوم أهلا بيك سيد كريم شكرا لكم بلدعوة وحر خير مشاهدنا الكرام مشكولين لهذه الاستضافة الجميلة جميل أرحب أيضا بحسن دحمان الفنان والمرافق أيضا والمساهم في حملة توزيع الحقائب المدرسية لنبيك سيد كريم أهلا وسلم أفضل صباح أنوار صباح يوم مباركة لقناة النهار واللقائمين عليها أكيد جميل أبدأ معك أصدبوا على مصطفاوي جمعية مساعدة المحتاج وإذا نفصل قليلا فيما يخص مبادراتكم الخيرية في هذه الفترة ونحن نتحدث عنها لاستعدادات طبعا للدخول المدرسي في 21 من شهر سبتمبر الجاري العديد من العائلات المعوزة من الفقراء الذين هم بحاجة اليوم إلى مساعدة ولتضافر جهود مختلف الأطياف في المجتمع بالإضافة إليكم إلى جمعياتكم الخيرية لمساعدة هذه العائلات مساعدة المحتاجين في الدخول المدرسي في البداية نقول بالكورونا أثرت بزاف على كما يقول العمال على بزاف فئات المجتمع المدني يعني ضكة لازم الجمعيات الخيرية وكما يقول لك لازم تتجاهد ولازم تتكاثر وتتكافل باش كما يقول لك يوفروا معيشة ودخول مدرسي للأطفال خاش هناك كما يقول الجمعية مساعدة المحتاج حصت قرابة ما يعادل 260 يتيم وما أدرك من العائلات المعوزة والآراميل والمطلقات ولهذا الجمعية قررت وكما يقول لك كل عام هذا العام بإذن الله طلقنا حملة حقيبة لكل يتيم والعدد ديالها إن شاء الله سيكون ما يتراوح ما بين 300 إلى 400 حقيبة إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في هذا البجر أيضا أستاذ حسن دحماء الفنان المرافق في حملة توزيع قائمة مدرسية اليوم كما أشير أيضا أستاذ بعلان مصطفاوي قال تضافر جهود الجميع اليوم من أجل مساعدة المحتاج مساعدة خاصة اليتيم مساعدة العائلة المعوزة في الدخول المدرسي لجاء هذا العام جاء مختلف على السنوات الماضية بالنظر إلى الارتفاع الكبير يعرف أسعار المستزمات الدراسة أكيد أخي طرحي ما يخص النشط الجمعي والخيري والإنساني تمثل في عدة ميادين وعدة مجالات لكن أبين هذه المربعات القافلة التي كانت متجهة إلى الطرف وأحداث الجزائر التي عاشتها في الوهلة القصيرة أبين مباشرة بعد تلك المبادرة الاجتماعية والتضامن والتكافل إلى الحقيبة المدرسية والمتمثلة في 400 إلى 500 حقيبة المدرسية لليتيم والمعوز والفقير فأبين إلى أن نتشارك مع أرباب الأموال الحمد لله لقينا إقبال لبأس به لكن ليس كالأعوام الماضية بحكم غلاء الأسعار أكيد بطبع وهذا الشيء الذي أثار كثيرا كثير من الجمعيات وهناك من ناس الخير يقدر يتكفل كان يتكفل العام بخمس أطفال هذا العام يقدر يتكفل بمثال طفلين عفوا ولهذا حبينا كما أقول وجهه رسالة ونداء لأرباب الأموال للناس يلبس بها أنها تكفل بالياتام والفقارة والموازين حتى يكون دخل مدرسي بهيج وتكون فرحة ويكون صرور ونظر كل ما فيه الخير في المجال الاجتماعي والإنساني خاصة هنا في الجزائر نعرف بأن الجزائر تتكافل في مثل هذه الحالات جميل أود إليك سيد مصطفى مصطفاوي بوعلامة جمعية مساعدة المحتاج اليوم الحملة الحقائب المدرسية وتوزيع على المحتاجين مطلقتم فيها أم عملية جمع الحقائب أو عملية جمع المساعدات أيضا نتزال متواصلة أم أن نكون في تواصل مباشر مع العائلات المحتاجة نحن كما يقول لك قدرنا الإحصائيات قدرنا القائمة كما يقول لك استعدنا الأطفال حسبناهم وشفناش على الكائن وذكرنا في عملية جمع الأدوات المدرسية بالنسبة بالنسبة للحقائب المدرسية هي متوفرة عدنا عدنا 300 حقائب ولكن يخصونا بعض الأدوات المدرسية نحن بيصدد جمعها ثم باش نبدأ ونوزعوه نحن مدربنا كما يقول لك نخدموه كل التسلميذ يقرأ كما يقول لك سنة أولى نطلو محفظة سنة أولى ميخصواله سنة خمسة نطلو محفظة سنة خمسة ميخصواله مدى بينا كيكون المحتاج وليلي يتيم كالي اللي يدخل عادي كالي والده شرولو والحمد لله ان شاء الله كما يقول لك هذه المبادرة تلقى إقبال من عد المحسنين وتلقى كما يقول لك تلقى كما يقول لك ما يبخلوش عليهم خدش الفرحة هذك ما تقدرش تعيشها لازم احتد تتمد بيدك باش تتعيش الفرحة لإنسان هذك اليتيم وللإنسان المحتاج و جمعية مساعدة المحتاج ليوم وين هي تنشط في أي بلدية بلدية شراغا جمعية مساعدة المحتاج جمعية محلية غير ربحية المساعدة تحت تعتمد على المحسنين وعلى أرباب المال وبلدية مقاطعة شراغا ولو مساعدة العائلات المعوزة التي تم إحصائهم في بلدية شراغا كما يقول لهم مبادرة كما هذو مبادرة الدخول المدرسي ما تعتمد على بلدية شراغا فقط تعتمد على عدة بلدية ولا عدة ولا ولايات مثلا الطرف دينا معنا حقائب مدرسية ووزعناها لتماك سما وين يكون اليتيم وين يكون المحتاج تكون جمعية المساعدة المحتاج أسمى جمعية المساعدة المحتاج وين يكون المحتاج نكونوا مع بإذن الله إن شاء الله الحقيبة إذن لا تقدم فارغة إلى المحتاج لا تقدم فارغة تقدم مملوئة بكل مستزمات الدراسة بكل مستزمات الدراسة لازم التلميذ ميخصوا والهم من المئزة وإلى قدرنا رب نوفرهم اللباس المدرسي على شلاله ماذا بينا جميل عود ليك وصد حسن دحمان الفنان والمرافق أيضا في حمل التوزيع حقائب المدرسية اليوم تابعنا مرافقة في البحثة التي مرت بها الجزائفة الأخيرة بسبب الحرائق الأخيرة اليوم مرافقة أيضا في الدخول المدرسي وتابعنا أيضا مرافقة للعائلات الجزائرية خاصة المحتاجين خاصة في مرحلة كورونا اليوم أصبحت هناك نظرة جديدة للجمعيات الناشطة في المجال الخيري والإنساني فيما يخص مرافقتها للمحتاج أن النظرة النماطية اللي كانت في السابق بدأت تتغير أصبح دور أكثر فعال للجمعيات خاصة الناشطة في مجال الخيري والإنساني في المجتمع الجزائري بالطبع خاصة في مجال الجماعوي كما ذكرت أخي طارق ومرافقة الفنانين لا يقتصر معهم الفنان في الغناء والأستودي والحفلات والمهرجة وإلى آخره له دور فعال فيما يخص الحالة الاجتماعية ومع الجمعيات نهيك عن الجمعيات هناك نخبة من الشباب من اجتمعون في فعال الخير هناك جمعيات اللي تلقاهم دي أسياسيون أغري وكان نخبة من الشباب اللي هم يحبوا يجتمعون في فعال الخير فيما يخص الأحداث اللي دي مثل الجزائر يعني السابقة ولقدر الله إن شاء الله ما نشوفوش حاجة كما هو المستقبل التي لا تشتهي الأعين وأنترى وأحداث التي لا توقعوها لكن خاصة 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 حقبة المدرسية وكما أذكر زميري اللي بس دخول المدرسي صحيح توفر الحقبة المدرسية بكل لوازمية ومستحقاتها يعني باش الطفل يدخل ألز المدرسة يقرأ تكون نفسية تعاون مستقرة لكن كذلك كان بعض العائلة اللي ميلحق شيري صبارت لوليدو ميخدر شيري دي باس يعني تعد دخول المدرسي أحنا هنا ندخل ندخل بصي باش ندخل كل ما يحتاجه الطفل يتمد لباس معين أو يتمد حقبة معينة لازم معالجة حالة نفسية لشخص معين أكثر من يطارق أو لو نحن ندخل مثال نعطي كتاب المجازي أو مثال يتكلم عن جمعية المساعدة المحتاج أعملوها في السري والخفاء لا تعلم يعني لما نقدم ندخل شبك توصل اجتماعي نبحث عن كذا ونجبنا الدعم في كذا وكذا عند التوزيح يكون توزيح ليس محدد بيوم معين أو زي ما نقوله نحن رفلاني الوزع لا جمعية المساعدة المحتاج تقوم بهذا الناشط في سيرية حفاظا على حالة الأسرة المعينة فيما يخص الحالة النفسية وكما نقول لك الواحد دائما نوصل نوصل ل هذه الرسالة أنه أنا في أمس الحاجة لإيصال الحقائب نقولوا بلي ما قعد نشقد اللي فات لكن على بلي بلي الشاب الجزائري راح يتكاتف مع الجمعيات كامل ومع جمعياتنا أكيد ونوصل ل هذه الفرحة لأسرة الجزائرية المعوزة أو الفقيرة أو الأيتر جميل نقطة مهمة أسد أبو علام مستفاورة جميل مساعدة المحتاج تطرق إليها قبل قليل فنان حسن دحمان لأنه اليوم الطفل مراعاة الجانب النفسي للطفل مراعاة الجانب النفسي للعائلة أيضا وللطفل بصورة أكبر لأنه نتحدث على أطفال صغاري دخلنا المدرسة في السنوات الأولى ويدخل نفسه مثل المحتاج مثل التلميذ العادي اليوم اليوم في نظرة أيضا من طرف جمعيتكم من أجل مراعاة هذه الظروف بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للعائلة أيضا أخي أطارق هذه الشتاء في مبادرة أضحية العيد الحمد لله اللي وفقنا وكما يقول لك سربنا خمسين أضحية اللي علم على الهائلاتية تامة شفتها في الأطفال كيندولهم باريزونت لدولهم كبش وضحية شوف الجانب النفساني دياله تغير كما يقول لك حكموا إحباط ماشي كما آنك ماشي كما الناس مكسكوا لي شريلي مكسكوا نهار تطيلوا الأمانة هذه شوفوا وحد الفرحة والله اللي علي العظيم غير الدمعة كما يقول لك من دك تهبطنا وحدها نجيش حنا جمعية مساعدة المحتاج توجور كما يقول لك بدون تجريح مدى بيناك نروحوا نروحوا بلاجيليات نروحوا كما يقول لك حنا كما رايحين ضيف ضيف نوصلوا أمانتنا وكما يقول لك نخضروا مع عائلات قال إنسان هذا طفل هذا ولا اللي يتم هذا هاو كيش تهضروا معها كيش ديروا معها هاو كيفاش لاخر باش يدخل بنفسية مرتاحة التلميذ إلا ما تخلش بنفسية مرتاحة ما تستناش من عنده نتيجة ولكن نهار يدخل بنفسية مرتاحة يحب يقرأ ويحب يحب كما يقول لك يفنجي في الدراسة دياله وهذا كوالبيت دياله أكثر من الحقيبان ينعطوها له مه مه كيف يمكن يوم التواصل مع جمعية مساعدة المحتاج سواء من طرف أرباب الأعمال أو من طرف حتى المتطوعين جمعية مساعدة المحتاج عندها صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسمها مساعدة المحتاج المقر ديالها الكائن بحي علواء فوضيل رقم 92 شرق الجزائر نحن في كل مباشر ولا في كل مجنشور ولا في كل فيديو ما نضع الأرقام لها تفتعنا الخاصة بالجمعية والناس تتواصل معنا كاين اللي حاب يجي للمقر يحب يشوف بعينه وكاين اللي حاب يعيط لك في الفون يقول لك آمان فخليت لك كاين أرباب المم يحبوش يبانو سواء ديزون يبعتونا مع ناس ما نعرفوهم سواء ديزون يخلونا آمانات فاليزون يخلينا يشري هو في حان يقول لك رحفة آمانتك ديرك وهذه المليحة نحن نحبوك ما يقول لك يشرينا الأدوات ونحن نرحو لك يبيرهم جميل عود لك أسد الفنان حسان دحمان المرافق في حملة توزيع حقائب المدرسية اليوم أشرت قبل قليل على دور دور الفنان فيما يخص هذا المجال لأنه اليوم العمل الخيري ليس مرتبط فقط بجمعية وليس مرتبط فقط بشباف الحي وإنما اليوم مختلف أطياف المجتمع حدثنا أنه مختلف أطياف المجتمع اليوم يجب أن يكون لهم وعي عميق ومسؤولية يفرضها الواقع الاجتماعي يعني فيه واقع الاجتماعي اليوم في الجزائر يجب إغفاله في عائلات فقيرة في عائلات مؤوزة في يتامة في ناس محتاجة اليوم المساعدة الفنان أيضا دوره رياضي وأساسي فهل المجال أكيد مطلوب الآن دوره فعال كثيرا ومهم خاصة في هذه الحالات الخاصة والإستثنائية والحالات التي تستوجب لنا الوقوف في هذه المحطات من حياة الأسرة الجزائرية ألوظ نتكلم عن الفنان كما سبق وذكرت أنه لا يقتصر مهم الفنان في الغناء والحفلات لكن هناك جانب إنساني وبطبيعة الحال لقى الفنان تقصى نصيبه بزاف وأنا الحمد لله في الآوينة الأخيرة باش تحقت بالجمعية كونية نقدر نقول مسؤول إعلام وندن معهم للايف وكسي طيغة قالوا لقيت إقبار كالناس التي كانت تعمل معي أنا كفنان في الماضي يعني تقول حسن هل من أسرة هل من كلم كذا قال إيه قال لبعتك الأسرة فلانية أدي بالأسرة فلانية كنت بسيط في مجال الخيري لكن عندما تحق بالجمعية لقيت رحي نريد للايف ونمد نصائح وتوائية وبعض كما أقول بعض المواضيع الحساسة التي تمس يعني تمس قلب المؤمن يعني باش يوصل الإنسان لحاجتها وكما يحب الخاطر وعلى مريضة وقابول وخاصة الثقة إذا تكلمنا عن الثقة إذا نسل الناس ولا يديل فيك ثقة عرب لي أنا كسبت الناس وكسبت نخبة كبيرة من أرباب الأموال والناس التي تقدر تساهم ولهذا أنا وشفت في الجمعية المساعدة المحتاج لكي تفيها ثقة كبيرة يعني في حال أن أنت طارق قدمت خبز المساعدة المحتاج سي رجع سي مدها المستحق وستحق وسيصبح هدوان ممجاجمون يجعلني أني جربت جربت موضوع الثقة ثم مباشرة إلى موضوع اللايف ثم إلى مباشرة إلى لأن الناس كانت تعامل معي قدمتهم للجمعية مباشرة قال في حال توصلتوا معي ومحكمتوا ليش هذه الجمعية فهمني مدابية كم يقولك جميع الفنانين تكون عندهم هذه المبادرة طيلة السنة ليس فقط في مناسبة معينة طيلة السنة العمل الخيري لا يتوقف العمل الخيري يتوقف والمساعدة للتوقف والعمل الإنساني والاجتماعي يبقى دائما نسير على مداري السنة جميل اتمنى لكم التوفيق حسن تحمل الفنان المرافق في حملة توزيع حملة وحقائب المدرسية والبشارك أيضا في هذه الجمعية الخيرية وانتمنى أنه يكون في العديد من الفنانين والفاعلين اليوم في الحياة الاجتماعية بمختلف مفاهيم يكون عندهم مدور فعال أيضا في العملية التطوعية صحة تابعة ويكون حصري بإذن الله لقد نتمنى أتمنى أتمنى أنت صديقي يوريش سيكون عندنا شراء فيديوكليب يتكلم عن حالة الاجتماعية فيديوكليب في عن كوكتال ندخلنا فيه موضوع الحرائق لحقيقة المدرسية لأيتم الفقر يوك أنها رسالة تواجه مباشرة إلى الأسرة الجزائرية أو العالم بأكمله جميل ومرحب بك طبعا حسن دحمن نختم معك أسر المعلم مصطفاوي رجمية سالة المحتاج مدى يمكن نقول في الأخير اليوم العمل التطوعي مهم ومهم جدا العمل الجمعوي مهم ومهم جدا مساعدة المحتاج أمر ضروري اليوم في مثل هذه الظروف تطلعاتكم أنتم من يوم كجمعية كي تريدون أن تحققون أمور أكبر من ما حققتموه إلى اليوم فرخيتنا مش نقول لك أخياء طهر نقول لك جمعية مساعدة المحتاج ما هيش مناسبة جمعية مساعدة المحتاج تعمل على مدار السنة على مدار 12 شهر في الخارجات الميدانية الحملات التطوعية لدينا مبادرات خيرية نحن كما يقول لك نتمنى وتوجر من الله ثم من المحسنين هذو ما يبخلوش علينا باش توجر نكون للآمام باش نكونوا توجر يد نحن ماذا بينا نكون همزة وصل ما بين المحسنين والمحتاج وحاجة اللي كما يقول لك اللي رأنا نغازيو عليها ماذا بينا نرفع الضر على كل محتاج وعلى كل يتيم إن شاء الله وبارك الله فيك ويعطاراق ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة ربي يبارك فيكم إن شاء الله شكرك شكرا جزيل سيد بوالا مصطفى برأس جميعية وسادة محتاجي وجودك معنا اليوم ولاد نقاش أيضا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين شكرا موصول لفنان حسان دحمان المرافق حملة توزيح حقائب المدرسية نتمنى لك توفيق أيضا إن شاء الله بارك فيك ملكتم نقلكم ملكتم القلب والعين وشكرا على كرم إذا يفتكم ودعمكم المستمر ودائما قناة النهار في الوجيهة فيما خصد المنسبات شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرم بعد